بعض الأقويل اللي كانت بتظهر خلال أو ظهرت بعض المباراة تعرف بعض من لا يشجع نادي الأهلي دايما بيروح لتجاولك إيه أصله التراج فريق مش عارف إيه أصله الهدف تسلل هل الكلام ده أنت شفته؟ لا أنا أنا أشوفه طبعاً كلنا نمتبعيني السوشيال ميديا وأنا كنت متابع البرنامج بتاع حضرتك جيت بدري يعني طلقت على البرنامج وأشوف أن أنت كلمت في النقطة دي وشايفها منتشرة جداً الجنق وصيد التراجي منتش في مستواء لا التراجي فريق كبير جداً وكون أنه هو يوصر التراجي ده واخد أفريقيا يعني بطلقة أفريقيا فده معناه أنه هو فريق قوي فريق محترم له جمهرية له عنده لعيبة كون أنه هو يخسر لا بيخسر من النادي الأهلي يعني هو بيخسرش من فريق أقليلا لا بيخسر من بطل أفريقيا ولسه لم يعني النادي الأهلي لم يصعد إلى الدور النهائي وعيضاً التراجي لم يصعد لدور النهائي لسه في تسئل دي لا ما أنا بقولك أن الكورة فيها كل حاجة دا أتمنى إن شاء الله بإذن الله يبقى التوفيق كله لنادي الأهلي لكن نغمى لدائرة أن التراجي فرقة أوليلة فرقة مش هي بتاع زمان لا التراجي بيلعب بإسمه سيء النادي الأهلي بمر عليه أجيال لكن عنده الشعبية عنده القيمة بتاع النادي الأهلي لا التراجي فرقة محترمة وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أن لعبة الأهلي تبعت خالص عن كل الأجواء وكل النغمة لدائرة دي إن دي هتأسرع اللعبة برضو إن اللعبة بتسمع برضو طبعاً طبعاً فأتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني اليوم تقرب كده ونعد المباراة دي لإن المباراة تبقى صعبة جداً ترجمة نانسي قنقر